من أول إبريل لجنة العضوية في النادي الآلي بتواصل اجتماعاتها وجلستها في استقبال الأعضاء والمقابلات الشخصية مع المشتركين الجدد المتقدمين لحصول على عضوية النادي قبل رفع قيمتها رسميا من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه مطلع إبريل المقبل لجنة العضوية بالتأكيد اللي بتستقبل كل المشتركين الجدد في الفترة الحالية وعقد المقابلات الشخصية بتبقى في حضور طبعا الأستاذ إبراهيم القفراوي والأستاذ زطاري أنديل عضوى مجلس إدارة النادي الآلي في عدد كبير جدا من المتقدمين والراغبين في الحصول على العضوية العامة اللي اتشمل الدخول في مقر النادي الرئيسي في الجزيرة وفرعي النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس طبعا كنا نتكلمنا قبل كده على الأرقام المالية المتعلقة بقبل الزيادة وبعد الزيادة وبنعيد تاني نفس الكلام عشان الناس تبقى عارفة الفترة الجاية إزاي نادي القلي بيشتغل على هذا الملف قبل أول إبريل العضوية العامة في المقر الرئيسي وكل الفروع هم سمئة ألف جنيه طيب لفرع الشيخ زايد مية خمسة وسبعين ألف جنيه لفرع التجمع الخامس متين ألف جنيه ده بالنسبة للمؤهل العالي طب بالنسبة للمؤهل دون العالي قيمة العضوية بتبلغ حوالي ستمائة ألف جنيه لجميع الفروع ومتين وخمسين ألف جنيه لفرع الشيخ زايد وثلتمائة ألف جنيه لفرع التجمع الخامس ده قبل الزيادة اللي هتكون أول إبريل طيب بعد أول إبريل هيتم تفعيل قرار الزيادة بشكل رسمي من سمائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي هتوصل إلى مليون جنيه نفس الأمر للشيخ زايد هتبقى متين وخمسين ألف وأيضا كمان في التجمع الخامس هتكون ميتين وخمسين ألف لكن بالنسبة للمؤهل دون العالي هتكون رمعمائة ألف جنيه في الشيخ زايد وربعمائة ألف جنيه في التجمع الخامس والحمد لله في أقبال كبير جدا من المتقدمين الحصول على عضوية النادي الأهلي في التوقيت الحالي لنايل شرف عضوية النادي والاستفادة بكل الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل المقار الرئيسي في الجزيرة أو حتى في الفروع المختلفة النادي الأهلي أصبح لديه فروع بتغطي قطاع القاهرة الكبرى جزيرة في وسط البلد قريبة من وسط البلد مدينة تناصر الشيخ زايد في أكتوبر وأيضا في التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة فبتتكلم عن القطاع كبير جدا النادي الأهلي من خلال مقر وأقصر من فرع بيلبي طموحات وكل طلبات الأعضاء اللي موجودين سواء في المقر الرئيسي أو الفروع المختلفة طيب بالنسبة بقى لفريق كرة القدم اللي عنده استحقاقات الفترة الجاية إزاي بيشتغل عليها قلنا مبارح أن بعد الانتصار على طلائع الجيش النادي الأهلي وصل لمرحلة أنه أصبح لديه عدد كبير من اللاعبين كلهم بلا استثناء عندهم جاهزية فنية وبدنية لللاعبة في أي توقيت وتطبيق فلسفة المدير الفني السويسري لني فيلر في أي مباراة وده شيء أصبح الحمد لله ظاهر بشكل جيد جدا في المباراة الأخيرة ونعكس بشكل إيجابي على مباراة طلائع الجيش طيب النادي الأهلي النهاردة أدى مرانو عصرا في أو تحديدا زهر اليوم في مقر النادي الأهلي في الجزيرة في ملعب بمختار التتش وكان تدريب ابتدى الجهاز الفني يشتغل بقى على فكرة التحضير والتجهيز لفريق النادي المصري المباراة صعبة ونتائج المصري في الفترة الأخيرة في الدور العام لم تكون مقياس على مباراة الجمعة القادم مباراة المصري ودجلة كانت في صحوة كبيرة لفريق المصري وقدر يكسب فريق وادي دجلة بسلسة أهداف مقابل لشيء وكانت هذه المباراة هي الفصل الأخير حتى في استمرار المدير الفني لوادي دجلة تكيس جنياس فبالتالي المصري جاي من نشوة فوز على وادي دجلة المصري بيحاول يعمل نتائج كويسة في الدور العام فبالتالي هتكون مباراة مع الأهلي مباراة صعبة جدا لذلك الجهاز الفني ابتدى يحط خارطة طريق وخارطة عمل للبرنامج خلال 72 ساعة عشان يوصل لأعلى معدل فني وبدن وتحضير لمباراة المصري الشغل مش شغل فني فقط لا كمان جلسات قدامكم في الصورة هو مثلا ريني فيلر دائم الحديث مع شريف إكرامي في التدريبات اليومية ومش اخفى عليكم سر ان فيلر معجب جدا بشخصية شريف إكرامي معجب جدا بالمستوى الفني اللي وصل ليه شريف إكرامي في التدريبات طبعا مركز حراسة المرمى من المراكز الحساسة فلازم دائما يكون فيها ثبات في التشكيل مش هيبقى فيه تغيير أو روتيشن زي ما بيحصل في بعض المباراة الأخرى مع الأهلي لكن شريف إكرامي من العناصر الخبرة المهمة جدا 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 جوه النادي الأهلي لو تلاحظوا كل يوم وحب نردوكم التدريبات النادي الأهلي من خلال كاميرا قناة النادي الأهلي حصريا على شاشة القناة بتشوفوا دا يوميا ريني فيلر دايما بيبقى حريص على الاجتماع بشريف إكرامي والحديث مع شريف إكرامي ان شاء الله الفترة الجاية هيكون فيه استعداد مختلف بالنسبة كمان للمسم الجديد لما الوقت يسمح بالنسبة للجهاز الفني أو الجهاز الإداري عشان يقدر يشتغل على متطلبات المرحلة اللي جاية بقر المران هيكون العصر على ملعب مختار التيتش لأن بعدها مباشرة الفريح هتوجه إلى الأسكندرية استعدادا للمبيت هناك لمواجهة المصر إن شاء الله على استاد حرس الحدود في المكس في الأسكندرية المباراة بنأكد يوم الجمعة الساعة 8 وربع حصل تعديل في معادة المباراة من 7 ونص إلى 8 أوروبا لارتباط مواجهة بس مباراة أخرى بتقام في الأجندة الإفريقية في نفس اليوم بالنسبة لمباراة النادي لكن بالتأكيد إن شاء الله هتكون متابعة حية ومتابعة خاصة جدا للنادي الأهلي في هذه اليوم في الأسكندرية ومباراة كبيرة جدا كمان مع النادي المصري فيلر النهاردة كان ليه تصرحات مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية قال إن الفريق بيركز بشكل قوي جدا في مباراة المصري لاستكمال انطلاقة الأهلي القوية في الدوري العام وشدد المدير الفني ريني فيلر على أهمية الفوز وتحييق الفوز في مباراة المصري لمواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة في مشوار الدوري هذا الموسم قال كمان فيلر